يا ها الصحابة قالوا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم يربط الحجر والحجرين في بطنه صلى الله عليه وسلم ده ممكن يرفع الدين لأله ربنا ينزل له خزائن السماوات والأرض ممكن ألا ما ممكن لكن شأن نتعلم إن الدعوة دي تعت التوحيد دي لو أنت ما صبور ما بتقدر تقعد فيها ولو امتلأت علما لما نقضت ولما ندفقت تصبر يا أخي أسعى للرزقاء لكن يكون عندك صبر برضو على لأواء العيش تصبر مرة ما عندك قروش مواصلات تكدر أولا عكتمشي سبيل الرشاد تكدر ما عندك قروش مواصلات تصبر أولا عكتمشي تقول لك جمعية كتابه سنة ولا غيره أصبر الله بيديك أنت قال ربنا ما شايفك ألم يعلم بأن الله يرى عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ده ريطمنا حديث صحيح صحة والألباني بيطمناك في موضوع الأرزاق ده بصورة كافية نهاي نهاي ده علاج كامل وشافي وكافي قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم كلكم أنا وكلكم إن تدير هرب 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 قام جاري هرب من رزقه كما يهرب من الموت الناس بيهرب من الموت قل إن الموت الذي تفرون منه والسيدة عائشة قالت يا رسول الله إنا لنكره الموت فالنفس البشرية بطبيعتها بتكره الموت وإن لقى الطريقة تفر بتفر أها لو بتجري من الرزق بتاعك ما دايره هربان منه وخايف منه ذاته ما دايره زي هروبك من الموت خوفا شوف هرب من الرزق قالوا لي يا أخي المحل دا فيه ألغام طوالب عض جل لابيته شنو بيجري طوالب راجع فلو زول جرى من الرزق بتاعه دا جرى عبيل عض جل لابيته فتح ما داير الرزق لو أن أحدكم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت صحه الألباني يبقى تاني ما في جمعية حياة راس ولا سجم والأنصار سنة ولا الراجين والله المرتب والمحسن مماتت عند وجع بطن ما جاب المرتب ما عندنا كلام زي دا ليه لأنه انت داعيا لأله وشغال مع الله باقي لك الله بخليك كده بس براحة كده داك خالد الوزير مثلا يعني وزير المالية يقول لك أنه والله لو ما بدون شهادة باشتغل يا زول عم يقول لك قدامي يا زول خالي الوزير صح ولا ما صح طيب زول شغال مع الله عديل الله بيخليه الله ما بخليك جعان ولا لكن ممكن يمتحنك ممكن شنو يمتحنك الامتحان دا الجماعة بيزقطوا فيه الأصلا حزبي ومرضان وزول ما مخلص في الدعوة دي بيزقط فيه عشان كده جماعة دعوة التوحيد دي أول حاجة تصبر تصبر وتدعو إلى العقيدة والتوحيد وعلم إن والله الله برزقك ولو بعد حين ترجمة نانسي قنقر